موسيقى ببيناتنا لليوم موضوع بهمنا كتير باللبنان خاصة لأننا هنحكي عن المباني والجسور المقاومة للزلازل وأهميتها إن كان على المستوى الاقتصادي مستوى الأمان ومستوى أيضا العملية وضيفنا هو المهندس الدكتور ميشيل شالهوب صباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتور شالهوب ليش الموضوع مهم بلبنان موضوع مهم بلبنان لأنه نحن بمنطقة تعرض للزلازل وحصل كمان بحوث حديثة بال2004-2005 صار فيه أبغراد نوعا ما للبيك جروند أكسلراشن أي هي التسارع طبقة تكون عليها البنائية وطلعنا من تقريبا 20% إلى 30% من جرافتي 0.3G هيا وحا هلأ بدك ترجم اللي قلته لشي نحن بنفهمه اللي مش مهندسين شو يعني يصار فيه أبغراد أبغراد يعني بس يكون الشخص بيعمل تصميم لبناء هلأ تقليديا البناء والأعمدة والآخر هي بتتصمم للضغط عمودي بس إنما اليوم بدنا نطلع كمان على الضغط الأفق يلي هو بيكون بشكل بسيط بالكود مبسط نسبة مئوية من الوزن الإجمالي للبناء يعني إذا البناء وزنه كذا 30% من وزنه المفروض يتطبق كضغط أفقي بخلال التصميم للبناء يعني 30% من وزن البناء لازم يكون أفقي لحتى تقدر تمسك البناء إذا صار زلزال صحيح بشكل مبسط لما بتقول عملوا أبغريد يعني تغيرت القواعد أو القوانين لم تتغير بعد بس البحوث في ركومنديشن يعني في توصية حديثة اليوم أنه منين جايب البحوث البحوث في عادة فرق شتغلت عليها من خارج لبنان في فريق بلايوبي كمان شتغل عليها وفيه طريباً 20 كم بعد عن الشاطئ اللبناني الماوت لبنان ثرست كمان يلي هي برالي لليموني نحكي عنها كتير ما رح نحكي كتير عنها اليوم يعني خط اليموني الزلازل بتقصد صحيح يلي بقص تقريباً عن الرج يعني إذا بتاختي موت لبنان من الجنوب للشمال وهي دي جاي من الضغط يعني هيدا أكتر منطقة خطرة إذا صار في زلزال المنطقة تلع 20 كم اللي على طور شط بس أنه نحنا جزء من هالمناطق يلي هي بتتعرض للزلازل لكن بدي فرج شوال تكتونيك بلايتس بداية من زنار النار اللي نعرفه كتير منيح بكاليفورنيا ونحنا كمان في ضغط الارابيان بلايتس يعني الصفيحة الارابيان العربية بتضغط على اليوريجون بلايتس هل نشوفهم بالصور بيكون أوضح بفتكير نحن نشوف صورة الأولى لك أنت تيانا سوف نفهم أكتر شوان بيصير هون هل عم نشوف هون نحنا على اليمين بالنص نورث أمريكان بلايتس السان أدرياس فولت الشهيرة اللي بنحكي فيها كتير هي على اليمين الباسيفيك بلايت هو الصفيحة اللي تحت الباسيفيك أوشن وعاليمين سوري على الشمال بتشوف شرق اليابان والزلزال العظيم اللي حصل بالألفين وحداش باليابان هو متسبب من انزلاق بين صفيحة اللي هو البلايت الباسيفيك بلايت على غير بلايت كاليفورنيا إذا ننتقل للي بعد معظم البحوث بولاية كاليفورنيا صارت مرجعية قد ما بصير فيها زلازل عادة فيه ثلاث محاور أولا كنت أتحدث عنه اليوم قبل ما ننتقل للشر الأوسط على الصعيد الجامعي في بحوث كتير متقدمة على الزلازل وهالبحوث عم تترجم بالمختبرات كمانو عم تترجم ميدانيا لأنه تتعرض لزلازل خاصة لومابرييتا زلزال 1989 الذي كان نتذكره كان كارثة 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 جسور وقعات وسيارات صحيح هلأ رح نحكي شوية عن الشيء هذا ونوصف زلزال كاليفورنيا بال1989 1989 أكبر زلزال منذ 1906 1906 كان خراب والمارينة التي هي ردم 1906 ضررت من أول وجديد بال1989 في المنطقة ما هو الوضع ما هو الوضع ما هو الوضع ما هو الوضع اليوم نتنبأ ما سيحدث لا 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 نتنبأ نقول أنه اليوم هناك وضع قائم ونحن في المنطقة ممكن تكون معرضة للزلزل ليس نقول بكرة سيحدث أو سيدمر البلد لازم واحد يأخذ وقايات يعني يعمل وقاية علميا الطريقة التي نوصف علميا نقول أنه 10% احتمال 10% أنه خلال 50 سنة القادمة بيحصل هذه أرضية مع تسارع طبقية الأرض تحت البناء تنقل 20% الآن الـ تصور تقريبا إلى 30% لحا تنأمن أن المباني لحا تنأمن مثل ما حكينا سابقا أنه الضغط الأفقي المهندس الذي يمارس كل يوم بدون ما يكون بحث الذي يمارس تصميم البناء كل يوم يريد يضع ضغط بالتصميم يعتبر أنه هالبناء سيتعرض لضغط أفقي بين 20% و30% من وزنه الإجمالي من أقلها سهل أنه يعمل مبنى مقاوم لزليزل بس يضع وزن أفقي بلحق كثير فيه كثير أشياء تقنية ما سنستطيع نغوز فيهم اليوم بس بمجرد ما تكون الفكرة قائمة اسمه يعني يعني يعتبر أنه هالبناء ستتعرض لفراكشن جزء من وزنه وفقيا وفيه طريق التوزيع للضغط على الطوابئ كيف نعمل للاعمدة بين الأعمدة والجسور طبعا البناء فيه إلى كثير تدعيات فنية وهندسية بس فيه قوانين اليوم لرخص البناء أو المباني اللي انتهت صالحة اللي السكن يشترتوا عليها تكون مقاومة للزلازل هلأ فيه فرق كبير بين الكود الأمريكاني واللي منسميه في لبنان قانون البناء يعني مثلا الكود الأمريكاني تقنة يعني مثل الأموس من البحث المعقد النظري للمختبر للخبرة الميدانية بالزلازل الواقعة الحقيقية بتتبسط المعادلات بتصفي مبسطة وتفوت بالكود من خلال لجان وجمعيات بصفي المهندس اللي عم بمارس على الكود الأمريكي يأخذ فورمولا كتير مبسطة ويقدر منها يستخلص ما يعني تقول فورمولا مبسطة يعني مثلا فورمولا العلاقة بتحرك الأرض بس تتلخص بكويفيشينت واحد فورمولا العلاقة بأهمية البناء موقعه أو الخدمة التي يؤديها البناء تتلخص بكويفيشينت نكمل الصور اللي قلت لنا عنه نشوف بالتأكيد بالنسبة للصور بكاليفورنيا قطعت معنا كاليفورنيا أرعد الآن الصورة اللي عم نشوفها هي جزء من البحث بلشنا فيه بال83 يلي هو بيبتعد عن التصميم التقليدي يعني هالطاقة يلي الهزة اللي عم بتوضعها بقلب البنائية بدل ما نجرب نتعرضها من خلال الأعمدة والجدران من جرب نتفديها كيف يعني فيه تصميم تفدي هلأ مثلا الصورة بتفرج فاصل هذه إليمان واحد عنصر واحد وحدة بتفصل بين الطوابق السفلية والطوابق ما فوق الجراند فلور بشكل أنه إذا صار فيه هزة أرضية والبنائية بتكون قاعدة على مثلا عشرات من هال تحرك البنائية بشكل كتير بطيء والأكسلراشن بتصفي تقريبا ربع نص ربع أو أقل من ربع الأكسلراشن طبع الأرض وساعتها تأثيرها على المبنى بيصير نص ربع آية بينزل بدل ما يطلع هو إجمالا الأكسلراشن على كعب البنائية بتعمل تضخم وبتطلع طلوع بالديزاني التقليدي يعني من هك اللي بيكون قاعد بطابق مثلا آخر طابق بيحس أكتر شي بالهزة أكتر من اللي قريب للأرض أكتر من اللي قريب للأرض طبعا طبعا هذه إلاستيك أو تشوك شو هنه عكسناها في عندها عدة تصاميم عكسنا الآن بشكل أنه هالبنائية بتتحرك بشكل كتير بسيط منستوع الحركة تكون مستوعبة كليا على هالفاصل بين الطوابق السفلية والطوابق العليا لذلك ما بتحس بالسرعة أو بالتسارع أنت وأعرفه بتحس بس أن وما بصير فيه ضرر ومنخفف الأضرار هلأ نجي نقول أنه كل بناية لازم تستعمل هالسيستم بيكون في شوية ما بدنا نبلغ فيها هذه بلشنا فيها ببناء ضروري ضل فانكشنال يعني مثلا غرف عالم أعمالية ما مفروض تضل شغالي خلال ليش ما بتنعمل بكلمة بيني غالية بتكلف مش أصيد غالية بدأ يعني أولا دراسات ثانيا مشكل شخص رح يجي يقول رح وقف هون تعود تفضل تنحط الأساسات المططية أو السلايدرز إلى آخر مع أنه ممكن نوصل لمرحلة صفة درجة أكتر باليابان مثلا من وقت ما بلشنا البحوث بجامعة كاليفورنيا بيركلي بال83 وصار فيه كتير بعثات يابانية تجي تشتغل معنا صار فيه 2600 بناية بتستعمل هالسيستم هيدا بالبنان أدي عنا مباني مقاومة للزلازل صعب واحد يقول هاي بدأ تنبحث بشكل دقيق أكتر بس أنه في 2% 10% 30% 80% 50% صراحة لا لنسبة مقاوية لأنه مرات كتير بالتنفيذ بيكون التصميم نقال على كل المباني جديدة كلها بتقول أنه مقاومة للزلازل هلا هو مفروض بحط أيرثكويك ريزيستنت بس عندما تقول أيرثكويك ريزيستنت بديك تعرف على أي ستندار مشينا ريزيستنت لأي أيرثكويك ما هو صار فيه شي نسبة يعني إذا أجي تهزي متوسطة تأثير شي إذا أجي تشار وديك بعض التصميم بالزلزال 2011 في اليابان الذي عرف أكبر قافة أكبر كارثة حصلت عليهم منذ الحرب العالمية منذ إبليد هيروشيما لذلك بطلوا يسمون طوهوكو أيرثكويك بس يسمون 2011 خلص يعني بالسنة السنة كلها كانت نحس مورا الأيرثكويك الصور التي لدينا المباني المتضررة هي من اليابان لا الصور المتضررة من كاليفورنيا خليها نشوف أثر الزلازل على المباني بيكون إذا نرجع 89 89 لومابرييتا إذا نرجع بس صورة أو اثنان لورا أوكي بعد واحدة أوكي هيدا أوكلند أوكلند اسمها The Bay Area يعني عندك على جهية الغارب سان فرانسيسكو أوكلند بيركلي هالمنطقة والأبي سنتر كان بعيد تقريبا 12 كيلومتر عن بعض المباني والآخير بالمارينة إذا منقدم لقدام كان فيه أضرار فاتحة يعني كان فيه بنيات تهدمت كليا إذا منقرب بعد صورة لقدام فورا أعلنت حالي الطوارئ بعشر أقطية وطعرف هناك الغضاء يعني وحتى كمان كان فيه فدرال يعني عصائد سنتر الـ اعتبر أنه حالة الطوارئ شاملة إذا منمشي لقدام بعد شوي بالصورة هون ردة الفعل كان كتير سريعة يعني بظرف 3-4 أيام مثل ما شفت حصل مثل تنظيف عام ردة فعل كتير سريعة وصار فيه تصنيف للمباني أحمر برتقالي وأخضر الأحمر يعني خلص للهدم البرتقالي ما تفوتوا إلى حين ما يتعلج وضعه الأخضر ممكن يتصلح كانت شغلة فورية وشاركنا نحن بقيت فريق العمل فتنا على الزمان هو اللي بيخوف أكتر من الزلزال كزلزال هو الزلزال اللي بيحصل بعده ببلد منهم متحضر حتى يعني كوارث من كانت طرقات أو مستشفيات أو يعني كل التحضيرات صحيح هناك صور جسر بدي نتعلق ليه جسور مهمة كمدي اسألك ليه جسور مهمة جسور تتدمر دغري وقت بيكون فيه زلزال يعني مختلفة عن الطرقات عن الأطروت عن الطرقات العادية ليه جسر أخطر السؤال كثير بمحل أجمال أن تشوف جسر دغري ضرر هو الجسر بتعلج مثل البناء يعني مثلا هون عفو إذا بنرجع لورا صورة إذا فيها نرجع صورة لورا هذا يعني محل ما كنت عم بتسوق صار يتك صار فيه انفصال كامل هذا كان أول جسر بنعمل طب ومبين بعد فلومي إلى آخر يعني جسر كانوا كثير فخورين فيه عاملين تنقرب صورة بعد لقدام بعد كمان وحتى هون هلأ مبين أنه الجسر واقع من فوق بس أنا قاعد على أول جسر يعني فيه جسرين هذا تاني طابق نازل المطبق آه على الطابق التحتاني صحيح يعني محل ما أنا واقف كنت عملي الانسباكشن هو جسر مرتفع عن الأرض تسعة أمتار وجاي فوق طابق ليش خطر لقد الجسر لأنه معلق بالهواء هلأ بالتصميم يلي حصل تصميم قديم من الأربعينات الطريقة يلي شبكوا فيها العمود التحتاني بالعمود الفؤاني عمل بشكل كتير بسيط كانوا معتبرين أنه الضغط الأساسي هو عمودة وهذا كود سنوات الأربعين نايتين فورتيز كان الكود الأمريكاني لجسورة بعد ما صار كتير سترينج سيفير بقى تطور كتير خاصة بعد هالأحداث بينما هتش بيك من هالنوع مفروض يكون متكاتف أكتر بشكل أنه يصور في مرونة يعني بس خاصة الجسر يعني نخليها تهز شوي مش نخليها راح نتوقع أنه راح تهز كتير طب هلأ نمرق على الجسر نحص يهز شوي يكون تهز للزلازل لا هذا غير موضوع هذا بس تحس الجسر عم يجلس فيك مقاومة للزلازل في لبنان كمان صعب واحد يقدر هك يعني عمل دراسة يبدأ تقدير هيك أصلا تبنى مقاومة للزلازل هو مفروض أنه تبنى مقاومة للزلازل وفيه إلى طرق حتى البادز التي استعملنا هنا قبل كثير يستعملون بنيو زيلاند حتى بإيران بالتركي باليابان بيستعملوا كمان ذات الطريقة بيستعملوا 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 المسطح الذي نسوق عليه يتحرك نسبيا لأعميدة الجسر يعني يستعملوا بكل البلاد هل كل البلاد تبقى واقفة ولبنان بهر إذا صار لا ما نقول هيك بس أنه بدنا ننتبه أكتر أنا برأيي لازم أولا يصور فيه ثقافة إلى علاقة بتبلش من التصميم من التصميم طبعا إلى حتى توعية أنه لازم واحد يعمل وقت بيحس أنه فيه زلزال كمان أنه لازم يكون فيه توعية بالمدارس والمنازل لولاد والكبار شو بيعملوا وكيف واحد يحضر غراده ويتخبط تحت ما بعرف طاولة أو بزاوية المبنى لحتى ما يتأذى بالولايات المتحدة وخاصة بالمناطق اللي فيها زلازل مثل مرات بيطلقوا بيطلقوا المزمار بيقولوا أوكي هلأ فيه أرتكويك تنزلوا شو بتعملوا بعدين فيه إلى طرق وان واحد يتخبى لأنه مرات كتير حتى ولو ما نزلت البنائية مرات شغلة بتوقع حتى فيه تأذي أكتر من أنه يكون واقع المبنى إخزانات كتوب مكاتب كل شيء ينعمل بشكل أنه ما يقلب على الشخص دكتور شروب قال لي بعد المشاكل والكوارث والزلازل والانفجارات وكل ما هو عاطل عن لبنان وعن كل البلاد شكرا لأهلا أهلا وسهلا بك هنأخذ بريك ومن بعدها منكمل بإلعاف خليكم معنا شكرا